كاميو يجمع النفايات لكن هذه النفايات حاشكم ليجمعها ما هيش نفايات طبيعية هي نفايات اللحوم اللحوم والعظم هل تعلم عزيزي المتابع أنه هنا في أوروبا ممنوع لبوشري يرمو الحم التحم والعظم مع الزبل لو كان الزبال يجوز حاشكم ويلقى باللي هاد لبوشري في البيض انت وحا كاين الحم والعظم يقدر يغلقولو البوشتاو يغلقلك خويا العظم والحم ما ترميهو مش مع الزبل ما ترميش يا خويا مع الزبلتاك ممنوع تقول لي كيفاش دارين دارين نظام خاص شركات خاصة الجوز على الناس هذا وما لي بوشري وتلم الحم وتروح تديه مدهن الحدائق الحيوانات من النقل فهمت اذا الدولة وش دارت الدولة اصدرت قرار ممنوع على لي بوشري يرمو الحم التحم مع الزبل واصدرت قارار واحد اخر شجعت مؤسسات على انها تجمع نفايات اللحوم هذه ذوك الشركة تروح تجمع نفايات اللحوم وتديها لحديقة الحيوانات وتبيحها لها بمبلغ رمزي انا احبت نفهم حاجة الدولة وش وش صرفت من جبار كدارت هذا الاجراء التنظيمي هذا حكومة شحل دفعت من جبار اجراء تنظيمي نمنعك هنا ما ترميش الحم في الزبل وعندك يوم في السمانة نجي نجوز عليك اللم العظم والحم ولوك نلقى كرمية تزبل تاك في جيه احد اخرى نغلق لك الحانوت وندل لك عقوبات مالية ونعطي له طورزا هاي خلقت مناصب عامل للدولة ما خلقتش مناصب عامل بهذا الاجراء اجراء لم يكلف الدولة سوى قاعدة في بيرو هذه المبادرات في انها تمنع وتجيز تحرم وتشجع تحفز وتخلق الفرص لان الدولة وش عندها عندها سلطة تنظيمية للمجتمع وحركته انا اذا استطعت اني اصدر جملة من القوانين اللي تمنع وتتيح نخلق الفرص صح لا مش شي صح اخلق الفرص دون ان دون انتم بكتوني من المشهد لكم على مناسب المشهد بكتوني من المشهد للتأثير من الواجهد